مصادر وكلام اليوم انتشر في وسائل الإعلام يشككون أصلاً يقولون أنه هو أصلاً مقاضي لا لا أشوفه مو مقاضي هذا الأسف الشديد بعض الأخوة في الإعلام ما يفرقون بين القاضي والمحق وأسف أنا اليوم حديثه أستاذ بالجامعة يقول هو مقاضي تتلبوها رئيس استئناف الأعمارة شنو مقاضي لكنه القضاء جرت العادة وأسأل السيد رئيس مجلس قضاء العالموقف المحترم أنه القاضي حينما يخرج من المهام القضائية لمهام إدارية أخرى خارج بيت القضاء يصبح إداري وليس قاضياً يعني ما يصير يقولون القاضي لأنه شي يقولون علي يقولون علي رئيس هيئة النزاع إذا توفى مثلاً يقول القاضي المتقاعد إذا طلعت قاعد القاضي المتقاعد يصير بس لازم تفضل متقاعد وصارت دعوة مثل هاي السيد الرحيم العقالي كان يكتب القاضي هو طاع خارج قال له لا أكتب غير قام يكتب القاضي المتقاعد إذن إحنا السيد القاضي قاضي وخريج محض القضاء وهو رئيس السناف العمارة وجزء المؤسس القضائية ولكن الخلافة الذي وصار يعني حدث ما كنت أتمنى حقيقة وتعرف أنت هيئة النزاع أكو معلومة لازم محل الكل يعرفها هيئة النزاع مثل مركز الشرطة نعم مو أكثر مركز شرطة أكو بقاعد للشرطة قاضي رئيس سيئة النزاع عنده محققين المحققين يكملون ودوها للقضاء بعد ما من حقه فقط يتابع المعاملة يستوي تمييز تدخل تمييز يتصحي قرار هذا الشرطة